معنا من كيف مرسلنا محمد زاوي محمد أهلا بك نسألك يعني عن التطورات الميدانية تحديدا في باخموت وأيضا كان هناك دعوات من وزير الدفاع الأكراني لمدريد بدعمها بالمزيد من الأسلحة في ظل هذه الدعوات وأيضا تصريحات لو تضعنا في تصريحات وزير الخارجية حول موضوع البحر الأسود والبلطيك كيف هي الأمور على الأرض نعم لو بدأنا بالحراك ربما السياسي لمختلف المسؤولين الأكرانيين هناك زيارة لرئيس الوزراء الأكراني إلى كندا وكذلك الولايات المتحدة من بين النقاط الرئيسية ضمن هذه الزيارة هي طلب المزيد من الدعم العسكري من هذه الدول وعلى قائمة الدعم العسكري الطائرات العسكرية F-16 وكذلك صواريخ طويلة المدى ربما نفس الهدف هو الذي يأتي في ضمن زيارة وزير الدفاع الأكراني أوليكسي ريزنيكوف إلى إسبانيا حيث تحدث مع نظرائه الإسبان على قضية الدعم العسكري وأيضا فتح معهم قضية إمداد أوكرانيا أو ضرورة إمداد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة من نوع F-16 وكذلك صواريخ طويلة المدى بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية الأكراني دمترو كوليبة التي جاءت ضمن مؤتمر أمن البحر الأسود المنعقد في العاصمة الرومانية بوخاريست أشار إلى ضرورة أن يكون للنيطو دور فعال في منطقة البحر الأسود على غرار بحر البلطيق وقال بأن الغرب لم تكن لديه استراتيجية مستقرة على مدار العقود الماضية فيما تعلق بهذه المنطقة بخلاف روسيا التي كما قال كانت لديها استراتيجية وصفها بالعدوانية وطبعا أشار أيضا إلى أن انتهاق الجانب الروسي لوحدة الأراضي الأوكرانية انطلق من أحد النقاط الواقعة بين البحر الأسود وكذلك بحر أزوف في معرض إشارته أيضا اعتبر بأن استقرار أو عدم الاستقرار لأي دول من دول الواقعة على البحر الأسود سيمس دول هذه المنطقة ومن ضمن ما ذكره أيضا في تصريحه دعا إلى ضرورة مراجعة المواقف المتعلقة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف النيتو وقال بأن بلاده تنتظر مواقف واضحة خلال القمة المقبلة للنيتو بالعاصمة في لينيوس وذكر بأن يجب أن تكون هناك خطة واضحة لانضمام أوكرانيا إلى حلف النيتو ذكر بما وصفه بالخطأ التاريخي الذي وقعت فيه دول النيتو عندما رفضت ضم كل من أوكرانيا وجورجيا في عام 2008 ما دعا الجانب الروسي إلى مهاجمة كلا البلدين بداية من جورجيا في 2008 ثم أوكرانيا في 2014 على حسب تصريحي أحمد شكرا جزيلا لك من كيف مرسلنا محمد زاوي